بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعزائي الطلاب والطالبات أهلا وسهلا بكم في درس من دروس مادة لغة الجميلة للصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني كنا في الدروس السابقة قد بدأنا في دراسة نص الفهم القرائي وهو بعنوان كتاب يتحدث عن نفسه قرأنا النص قراءة جهرية وكذلك تعرفنا على عدد من مهارات القراءة الجهرية كما قمنا بحل عدد من تدريبات هذا النص سوف أكمل معكم بمشيئة الله تعالى ما بقي من تدريبات هذا الدرس وقبل أن أبدأ في عرضها نتعرف سويا على أهم أهدافه وهي يهدف درسنا لهذا اليوم إلى أن يفهم الطالب النص المقرؤ ويستوعب جوانبه ويستثمرها أن يجيب الطالب عن أسئلة النص المقرؤ هذه هي أهداف درسنا لهذا اليوم والتي سنحاول بمشيئة الله تعالى تحقيقها بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ درسنا لهذا اليوم وكما نلاحظ أعزائي الطلاب والطالبات هذا هو عنوان درسنا نص الفهم القراءة كتاب يتحدث عن نفسه وكما نلاحظ يوجد في أعلى الشاشة رابط رقمي للدرس بإمكانك أن تعود إليه وتبطلع على ما وضع في داخله ونلاحظ أيضا هذه الصورة المصاحبة للنص والتي تحمل صورة لفتاة تحمل عددا من الكتب في معرض الكتاب من مهارات القراءة الجهرية التي سبق وأن درسناها وضوح الصوت الطلاقة تمثيل المعنى سلامة النطق صحة الضبط هذه هي مهارات القراءة الجهرية نستذكرها سويا حتى نقرأ قراءة جهرية جيدة ثم نجيب عن عدد من الأسئلة نلاحظ بأن من أهم هذه المهارات وضوح الصوت لا بد أن يكون صوتك واضحا أثناء القراءة وكذلك الطلاقة وأيضا تمثيل المعنى بمعنى أن تمثل المعنى الخاص بالنص الذي تقرأه حماسة أو فخرا أو حزنا أو غير ذلك وأيضا سلامة النطق للكلمات والحروف وصحة ضبط الكلمات هذه أهم مهارات القراءة الجهرية التي يجب علينا تطبيقها ومراعاتها أقرأ النص قراءة جهرية معبرة مطبقا مهارات القراءة الجهرية سوف أقرأ عليكم هذه الفكرة ونطبق فيها ما تعلمناه من مهارات القراءة الجهرية دخلنا المعرض كان مزدحمة رجالا ونساء وفتيانا وفتيات بل كان هناك أطفال صغار صحبتنا المعلمة إلى إحدى قاعات العرض حيث اجتمع فيها عدد من الزوار وقالت قبل أن تأخذوا جولة في المعرض أود أن تستمعوا إلى الكتاب فهو يريد أن يحدثكم عن نفسه تعجبت وقلت كتاب يتحدث إذن بهذه الطريقة أعزائي الطلاب والطالبات نقرأ قراءة جهرية نطبق ما تعلمناه من مهاراتها فنحن نقرأ بطلاقة نقف في الأماكن المحددة للوقوف عند الفاصلة والنقطتان الرأسيتان ونهاية الجملة وهكذا وكذلك نضبط الكلمات بالشكل ولكننا عندما نقف على الكلمة نقف عليها بالسكون هذه من مهارات القراءة الجهرية التي يجب علينا أن نتدرب عليها وأن نطبقها كذلك نلاحظ عند قراءتنا لجملة التعجب من هند أننا نبين هذا الأسلوب وهذا الشعور من خلال نطقنا لهذه الجملة فنقول تعجبت وقلت كتاب يتحدث بهذه الطريقة نقرأ جمل التعجب نلاحظ أيضا وجود علامة التعجب في نهاية الجملة أيضا نتدرب على هذه الفكرة من فكرات النص ونقرأها قراءة جهرية معبرة مطبقين مهارات القراءة الجهرية هنا في هذه الفكرة الكتاب يتحدث عن نفسه بكل فخر واعتزاز إذن عليك أن تبين هذا المعنى من خلال نطقك للجمل والكلمات إنني أتنقل بكم بين الماضي والحاضر والمستقبل دون أن تكلفوا أنفسكم مشقة السفر وأقدم لكم ألوانا من المعارف والخبرات فمعي لا يشعر إنسان بضجر أو ملل فأنا مؤنس في الوحدة وصديق صدوق في الرخاء وعند الشدائد لا أفشي سر ولا أكتم نفعا إذن بإمكانك أن تتدرب مرة بعد مرة على قراءة هذه الفكرة وتحاول أن تطبق مهارات القراءة الجهرية التي استمعت إليها وتعرفت عليها في دروسنا السابقة اقرأ هذه الفكرة بفخر واعتزاز أنتقل معكم أيضا إلى هذا التدريب أنمي لغتي أضع إشارة صح يمين المعنى المناسب لما لون بالأزرق في كل جملة مما يأتي سبق وأنمر معنا مثل هذا التدريب في تدريبات النص وأجبنا عليه سنجيب اليوم عن أسئلة تتعلق بالكلمات التي جاءت في المعجم المساعد سوف نعطي جملة ونعطي خيارات على معناها وعليك أن تختار الإجابة الصحيحة بوضع علامة صح أمام الإجابة الصحيحة بإمكانك أن تجيب قبل أن تظهر إجابات على الشاشة ثم قوم إجابتك الجملة أقبل العيد فنمقت الشوارع والممرات الكلمة الملونة باللون الأزرق فنمقت ماذا تعني هذه الكلمة؟ الخيار الأول زينت الخيار الثاني أهملت ازدحمت نظفت على أي معنى من هذه المعاني تدل كلمة نمقت هل هي زينت أم أهملت أم ازدحمت أم نظفت ما هو الخيار الصحيح من هذه الخيارات؟ إذن نقول بأن الإجابة الصحيحة هي أحسنتم زينت إذن نمقت بمعنى زينت استفدنا هذا المعنى من خلال تعرفنا على معنى هذه الكلمة في المعجم المساعد لذا أعزائي الطلاب والطالبات مثل هذه الكلمات التي تمر معنا في النصوص ويأتي بيان معانيها في المعجم المساعد يجب أن نحتفظ بها في ذاكرتنا أيضا أعطي مثالا آخر انصرف الكتاب وبقي انبهار الجميع بما قدم الكلمة التي لونت باللون الأزرق في هذا المثال هي كلمة انبهار وتعني خوف انتظار اندهاش استماع أيضا أي من هذه الخيارات يدل على معنى انبهار هل انبهار هنا بمعنى خوف أم انتظار اندهاش أم استماع ما رأيك ما هو الخيار الصحيح من هذه الخيارات الإجابة الصحيحة اندهاش إذن انبهار هنا هي بمعنى اندهاش كما مر معنا أيضا في المعجم المساعد اكتب الفكرة الثانية من النص في دفتري وأراعي أن تكون الكتابة بخط جميل إذن عد للفكرة الثانية في الكتاب وأحضر دفترك وكذلك القلم أمسك بالقلم جيدا كما تعلمت ثم قم بكتابة الفكرة الثانية متبعا خطوات كتابة خط النسخ التي تعلمتها ولابد أيضا أن تراعي أن تكون الكتابة على السطر وأن تكون أيضا بخط جميل ومرتب وأن تحافظ كذلك على نظافة هذه الورقة التي تكتب فيها أرسم خريطة مفاهيم تلخص أهم الأفكار التي وردت في النص بعد كل نص من نصوص الفهم القراءي نقوم بمثل هذا التدريب وهو أن نرسم خريطة أو خريطة معرفية نلخص فيها أفكار النص الرئيسة لذلك حتى تستطيع أن ترسم خريطة مفاهيم للنص ماذا عليك أن تفعل أولا؟ أحسنتم لا بد من استخراج الأفكار الرئيسة للنص حتى نستطيع أن نرسم لها خريطة معرفية إذن سوف أنتقل معكم الآن إلى استخراج الأفكار الرئيسة للنص الأفكار الرئيسة للنص هي تعبر عن الفقرات الموجودة داخل هذا النص كل فقرة تتحدث عن فكرة رئيسة هذه الفكرة تصلح أن تكون سؤالا للفقرة التي تأتي بعدها إذن إذا أردت أن تكتب الأفكار الرئيسة عليك أن تعود للفقرات وتحاول أن تكتب سؤالا على كل فقرة أو أن تكتب عنوانا لكل فقرة من هذه الفقرات وبالتالي تكون استطعت استخراج الأفكار الرئيسة للنص هيا بنا لنحاول استخراج أفكار هذا النص بالعودة للفكرة الأولى نجد بأنها تتحدث عن تنظيم المدرسة رحلة لمعرض الكتاب إذن هذه هي الفكرة الأولى وهذه هي الفكرة الرئيسة الأولى الفكرة تتحدث عن تنظيم المدرسة لرحلة إلى معرض الكتاب تصلح أن تكون عنوانا لهذه الفكرة ما كتبناه على الشاشة تنظيم المدرسة رحلة لمعرض الكتاب هذه هي الفكرة الرئيسة الأولى بنفس الطريقة ننتقل إلى الفكرة الثانية بالعودة إليها نجد بأنها تتحدث عن حديث الكتاب عن نفسه في المعرض حديث الكتاب عن نفسه في المعرض انتقل معي إلى الفكرة الثالثة في النص ستجد بأنها تتحدث عن الخدمات التي يقدمها الكتاب للإنسان أيضا عندما ننتقل إلى الفكرة الرابعة في النص نجد بأنها تتحدث عن انبهار الحضور بحديث الكتاب الفكرة الخامسة اقتناعه بأهمية الكتاب أما الفكرة السادسة فهي عن مراحل تطور الكتاب إذن في النص ست فكرات هذه هي أفكارها الرئيسة لكل فكرة من فكرات النص فكرة رئيسة يتحدث أو تتحدث عنها بعد استخراجها بإمكانك الآن أن تقوم برسم خريطة معرفية لأفكار النص الرئيسة كيف نقوم بذلك؟ في المكان المخصص لرسم الخريطة المعرفية في الكتاب قم أولا برسم هذه الدائرة في وسط الخريطة المعرفية ونسجل داخلها عنوان النص إذن ما كتب الآن في هذه الدائرة هو عنوان النص بعد ذلك نحن كتبنا ستة فكرات للنص إذن سوف نقسم الخريطة المعرفية كما يظهر أمامك الآن إلى ستة أجزاء أولا نقوم بكتابة عنوان الدرس أو عنوان النص في وسط الخريطة ثم نجزئ منها أفكار النص الرئيسة ثم نقوم بكتابتها بهذا الشكل الفكرة الأولى تنظيم أو الفكرة الأولى عفواً تنظيم المدرسة رحلة لمعرض الكتاب ثم حديث الكتاب عن نفسه الخدمات التي يقدمها الكتاب للإنسان انبهار الحضور بحديث الكتاب اقتناع هند بأهمية الكتاب وأخيرا مراحل تطور الكتاب أصبحت الآن الأفكار الرئيسة للدرس مرسومة أمامك في هذه الخريطة المعرفية نلاحظ بأننا نقول خريطة مفاهيم أو خريطة معرفية هذه الخريطة تساعدك في تلخيص الدرس كل هذه الأفكار الموجودة أمامك هي كل ما في الدرس ما تحت كل فكرة من هذه الفكرات هو شرح أو ما تحت كل فكرة من هذه الفكرات هو شرح لها بإمكانك أن تستفيد من هذا النموذج وأيضا بإمكانك أن تقوم برسم خريطة بطريقة مناسبة لك أغني ملف تعلمي على أحد الجبال القريبة من مكة وفي غار حراء كان محمد صلى الله عليه وسلم يخلو بنفسه ويفكر في خالق الكون الكبير وذات يوم بينما كان محمد صلى الله عليه وسلم في الغار أتى إليه ملك وضمه إليه وقال له اقرأ فوجأ محمد صلى الله عليه وسلم وتعجب لطلبه وقال له ما أنا بقارئ وكرر الملك قوله ثلاث مرات وفي المرة الثالثة قال لمحمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم نفذ محمد صلى الله عليه وسلم ما طلبه الملك وأعاد قراءة ما سمع وهو يرتجف خوفا واختفى الملك غادر محمد صلى الله عليه وسلم الغار وعاد مسرعا إلى زوجته خديجة رضي الله عنها وطلب منها أن تغطيه بالثياب غطت خديجة زوجها بالثياب ودهشت وهي تراه يرتجف فسألته عما جرى له ترى ما الذي جرى لمحمد صلى الله عليه وسلم في الغار ومن ذاك الملك الذي رآه وإلى ما تدعونا أول الآيات التي نزلت عليه وما تفسيرها هذا ما سأبحث عن إجاباته وأضمنه ملف فتعلمي إذن أعزائي الطلاب والطالبات هذا هو عنوان بحثكم المطلوب منكم إعداده وتقديمه لمعلميكم في نهاية دراستكم لهذه الوحدة ابحثوا عن هذين السؤالين في إحدى كتب السيرة وأكتبوا عنه ما يناسب هذه الليلة التي كانت بداية شع منها نور الإسلام الذي ملأ الكون إضاءة كان الرسول صلى الله عليه وسلم أميا لا يعرف القراءة والكتابة وأميته عليه السلام هي إحدى معجزاته التي أكرمه الله بها فهو لم يقرأ قط ولكنه كان أعلم الناس بالله عز وجل أعزائي الطلاب والطالبات بنهاية هذا التدريب أكون قد وصلت معكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم ألقاكم إن شاء الله في درس قادم أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته